سنين كم راجعة بأغنية خليجية هي ما بتحكي حب وغرام شبه كل إنسان في مساج كتير قوي منه سارة مقليك أهلا وسهلا فيك بفوشيا خببينا بداية عن العمل يلي أنت بصدد تصويره أهلا وسهلا فيكم فوشيا ومارسي إنكم جيتوا على لوكيشن تصوير الأغنية خليجية اسمها معاناتي عم نصور اليوم ببيروت مع المخرج الرائع نادر مصلي ألحان الرائع والعبقر سهم كلمات المبدع قوش توزيع الرائع عمر صباق ريسالي اللي حبيتي تواجهها من خلال أغنية معاناتي ما حطيت الموضوع لإلي إن قصة حياتي بس هي إن عملت الأغنية إذا بديك لإلي بتشبهني لحتى تقوم بتشبهني بس كمان إذا بتسمعيها هي بتشبه كل حدا يعني إذا بتسمعيها بتحسيها بتعني لك أي إنسان بيسمعها ما لنا لفقة معينة من الناس أو ما لنا لفقة مثلا هي ما بتحكي حب وغرام بالعكس تحكي عن نفسنا نحنا فعشان هيك بتشبه كل حدا مش بس أنا تشبه كل إنسان كل إنسان بس يسمع الأغنية حتى حيحس إنه بتعني له فتنا على صفحتك على الإنستاجرام لاحظنا أنه أنت حزفت كل البوستات بس سناء بوست واحد خاصه بالعمل اليوم هل أنت بهايدي الطريقة حاولت تنسى الماضي أو اعتماد استراتيجية هي استراتيجية زي بدك جديدة وهي إنه تحضيراً لجديد للنيو ريليس زي بدك واحد دايماً ما محيط أنا فيه بالستوريز فوق موجودين بس تحت بالبوستات بس لحتى أترك مجال للنيو ريليس محمس يعني زي بدك تقولي واحد بيتحمس بيعمل انطلاق جديد لي من بعد 8 سنوات غياب عن إصدار الأعمال الفنية رجعت من جديد فكرت أنه لأ لازم تختاري أغنية ترجع من الجمهورك لإله إختار أغنية كان موضوع وارد دايماً بالنسبة لإله بس أنا كنت دايماً عم فتش على الشيء اللي بناسبني أكتر إني أنا أقدر أدمه بلاس إنه كان عندي فترة اشتغلت إنتاج لبناني وتوقف هيدا الإنتاج لظروف خاصة مع الشركة فهلأ أنا رجعت بس راجعة بأغنية خليجية وبستايل جديد إذا بديك بس دايماً كان بفكري أني أنا نزل أغاني بس كمان كان عندي الشيء اللي دايماً كنت أنا عم فكر فيه دايماً أنه أنا ضلني على ذات المستوى اللي أنا كنت دايماً نزل فيه أغاني ونفس الطريقة الأغاني اللي كنت أقدمها نادر خبرنا اليوم عن تعاونك مع سارة بخاصة إنه هيدا أول عمل فني لإله من بعد غيابة 8 سنين كثير مبسوط نعم بتعامل مع سارة خاصة بالكامباك تبعها بعد 8 سنين فحبينا نشتغل بطريقة كثير تبرز حقيقتها وخاصة إنه الغنية بتحكي عن الإنسان كيف يتخطى كل الماضي وكل الإصاص تبعونه اللي بتنزلوا بتطلعوا يبلش صفحة جديدة ويكفي متل ما هو بده فحبيت كثير وارجي سارة هالمرة بلوك كثير الكلاسيك تبع الحلو وارجع فارجي كمان الكوتتات التانية اللي هو الإنساني والبيوريتي اللي فيها لسارة من خلال الشاطس اللي حنشوفهم بالشارع عم تمشي على البحر عم تاخدوا تعطي مع الأشخاص بالسوق وتشوف إنه الحياة كلياتها حالاتها ببساطتها حبيت تشتغل هيدا الشي مع سارة والغنية كثير مؤسرة إنه بس تحكوها فيه مساج كثير قوي منها بعتقدت تحبوا هيدا الشي